عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانتي كاترين وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما تعلق بتطوير موقع التجلي الأعظم وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المقاومات الفريدة التي تتمتع بها تلك المنطقة وتحويلها إلى مقصد أعلمي للسائحين على نحو يليق بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية وكونها هي حاضنة للأديان السماوية السلاسة